حيث احتفينا هذه الليلة الطيب المباركة بآخر مجلس من مجلس سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم التي ألقيت دروسها داخل هذا المسجد العامري إن شاء الله تبارك وتعالى لمدة دامت سنتين ونصف وكان هذا المجلس الختامي إن شاء الله تبارك وتعالى حيث احتفينا بآخر مجلس من مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والهدف من دراسة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم هو بعث الأمة من جديد لتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم وتقتفي أثاره وتستلهم من هذه الشخصية العظيمة التي ساهمت في صناعة الإنسان بالوحي الرباني وأخرجت جيلاً قرآنياً فريداً من نوعه قلت هذه الدورة هي دورة السيرة النبوية أي أن إمام المسجد في هذه السنتين ونصف تحدث عن سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم من ميلاده حتى وفاته اليوم كان مجلس الختم أي المجلس الأخير الذي حدثنا فيه الإمام السيد الإمام عن وفاته المصطفى صلى الله عليه وسلم فكانت هذه دورة لمدة عامين ونصف عامين ونصف ذراء إنجاز كبير جداً يحسب للسيد الإمام ولساد المصلين الذين أيضاً واضبوا على حضور هذه المجالس فبارك الله فيكم ورب العزة جل جلاله يقول في القرآن الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا محبة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يجمعنا به في جنته ودار مقامته وهذه الدورة وهي مجالس مدارسة السيرة النبوية الهدف منها في الحقيقة هو أن نتعلم شيئاً من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم اللي نعيش بها في واقعنا فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق جميع المسلمين والمسلمات إلى أن يقتبسوا من النور محمد صلى الله عليه وسلم وأن يعيشوا على سنته سبحانه ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين